أصوات الرصاص وعمليات المطاردة داخل سجن الصناع الذي يتحصن فيه العشرات من عناصر تنظيم داعش في الحسكة ما زالت مستمرة بعد ثلاثة أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها عليه الاشتباكات امتدت أيضا إلى محيط السجن فيما تمكن أربعة عناصر يتبعون لداعش من احتجاز مسؤول محلي في حي غويران برفقة ثلاثة مدنيين رهائن داخل أحد الأمنية السكنية التي حاصرتها قوات مكافحة الإرهاب يتذلك فيما تواصل قوى الأمن الداخلي أي الأسعيش وقوات سوريا الديمقراطية تمشيط بعض الشوارع في حي غويران بحثا عن هاريبينا من تنظيم داعش وفي موازاتك تطورات نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي كبير بين الهدف المحتمل لهجوم تنظيم داعش على هذا السجن في غويران برحسكة سوريا كان تحرير عدد من قادة الصف الثاني والمقاتلين في التنظيم خاصة من يمتازون بصنع القنابل وقدر المسؤول الأمريكي عدد الفارين بنحو 200 سجن من عناصر تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر